تحت ضغط نيابي مكثف تراجعت الحكومة عن قرارها بخفض مخصصات العلاج بالخارج لتعود المخصصات كما كانت عليه في السابق 75 دينارا للمريض و50 دينارا للمرافق الأول وتذكرة للمرافق الثاني التراجع الحكومي لم يمنع توجيه اللوم لها على التسرع في هذا القرار الذي وصفه النواب بالخاطئ هذه ظلم وهذا ظلم كبير على المواطن وهو أبسط المواطنين المريض اللي بحاجة منه كنواب وكمجلس أن نوقف هذه القرارات التعسفية اللي فيها ظلم على أخواننا المرضى من المواطنين اللي بحاجة ولا نقبل أن يكون هناك للمواطن خاصة المرافق لما يكون في العلاج بالخارج كمرافق يكون هناك يعني كأنه يكون فيه حرج له القرارات اللي اتخذها مجلس الوزراء بخصوص موضوع العلاج بالخارج ينطبغ المثل على هذه القرارات يبوني كحلونها عموها إذا أنتوا عندكم هذه المشكلة هذه المشكلة منكم المشكلة بين إيدينكم أنتوا اللي اختلقتوا هذه المشكلة أنتوا اللي بعثتوا ناس لا تستحق للعلاج في الخارج وناس راحت بدال لا تتعالج راحت سياحة وشكلت عب على المال العام أصوات النيابية اعتبرت أن أكثر من 90% من المسافرين للعلاج بالخارج غير مستحقين له محملين اللجنة الحكومية المختصة مسؤولية هذا الأمر هناك قاعد يستقلون المواطن الكويتي سواء في المستشفيات أو حتى في إجارات المرضى ومثل ما قال عمر بن ساق وهذا الكلام صحيح أنا سمعته وايد أول ما يدش المريض هناك في هذه المستشفيات يسرون أنت ياه على حسابك ولا على حساب الدولة على حساب على سعر والأحساب الدولة للأسف لسعر وهذا يفترض دور المكاتب الصحية في هذه المستشفيات لغي أربع مستشفيات هنا وحنا نتطمش أثنين تحت الميزانية التقديرية وأثنين فوق الميزانية التقديرية وعملت حملة إعلامية وكتبت مقالات من أصحاب المصالح أن العمالة اللي بتيه والناس اللي بتيه الحين ما كوا مستشفيات وهذا أنا قلت لكم عدد الغرف العناية المركزة متروسة من السبب من اللي ألغى الأربع مستشفيات لهذه اللحظة لا يستطيع واحد في الحكومة يتحمل مسؤولية إلغاء المستشفيات لوم آخر وجه للحكومة بترك الهدر في مؤسسات الدولة والتركيز على وقف مخصصات العلاج بالخارج وكذلك التردي الكبير في القطاع الصحي هل يعقل محافظة كاملة ما فيها مستشفى محافظة مبارك الكبير كذلك تأخر إنجاز مشاريع المستشفيات تعثرت لأسباب كثيرة الكل يعرفها تأخر مواعيد العيادات خل يرسل معالي الوزير من كوادرة للمستشفيات خلي شوف أقرب موعد يقدر ياخذه لأي نوع من أنواع الأمراض مو أقل من ثلاث أشهر رضوخ حكومي لمطالب النواب بإلغاء قرار يتعلق بقطاع مهم كالرعاية الصحية ربما يفتح شهية النواب لمزيد من الضغط لتحقيق مكاسب مماثلة ترجمة نانسي قنقر